السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبا يبنا دكاتر التالت اعدادي ربنا يوفقك ويا رب كل واحد ينقول اللي يتمنىه الناس اللي بتدور على مدارس متميزة مدارس رسمية حكومية مصرفاتها بسيطة وفي نفس الوقت ان شاء الله كلها مستقبل كويس يبقى اكيد على طول مدارس تكنولوجية طالما غير الثانوي العام طب يا مستر المدارس التكنولوجية كتير وتخصصاتها كتير حضرتك هتكلمنا عن انهي مدرسة بالزبط النهاردة ان شاء الله يا شباب هنكلمكم عن مدرسة بنك مصر للتكنولوجية التطبيقية والصناعات الدوائية اش معنى يا مستر يعني هذه المدرسة ما انا بقول لحضرتك لان تخصصها من التخصصات النادرة تكنولوجيا صناعة الادوية بالاضافة يا شباب ان عندي حوالي 8 مميزات مهمين جدا لهذه المدرسة اتفضل يا مستر قلنا على هذه المميزات اول حاجة ان حصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية فضلا عن حصولك على شهادة معتمدة من جهة اعتماد دولية والكلام ده على فكرة حقيقي مفوش هزار تمام كده؟ يعني سيادتك بتحصل على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية ومعتمدة من جهة دولية والله العظيم حاجة جميلة اوي يعني شهادة مصرية معايير دولية ومعتمدة دولية يعني حاجة زي الفل الميزة الثالثة يا شباب لان اول حاجة شهادة مصرية الحاجة الثانية بتبقى معتمدة من جهة اعتماد دولية الميزة الثالثة التدريب العملي اثناء فترة الدراسة وده ما يميز المدارس التكنولوجية هو التدريب العملي يعني سيادتك كطالب دراست نظري بتروح تطبق عملي اتخرجت يا باشا بيبقى عندك خبرة عملية وده بيفيدك على فكرة في الشغل ليه؟ لان اي حد اي مكان اي مؤسسة اي شركة عايزة تشغل حد الافضل طبعا لما يكون عنده خبرة يا سلام بقى سيادتك لسه متخرج طازة وعندك كمان خبرة زي الفل فان شاء الله بامر الله ده حاجة جميلة 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 في حيطة التدريب العملي ده حاجة كويسة خش على الميزة اللي بعدها فرص التعيين بشركات الشريك بعد التخرج سيادتك راجل اخلاقك كويسة الحاجة التانية راجل محترم ومتفوق تمام كده؟ الشركة عايزة تعين حد هتروح تعين الغريب هتجيب ناس من برا ولا هتجيب من ولادها اللي في المدرسة اكيد يا مستر هتجيب من ولادها اللي في المدرسة هتجيب انت انشاء عليك الاولوية الحاجة اللي بعد كده يا شباب مكافآت مالية اثناء فترة التدريب العملي يعني السيادتك بتتدرب عملي تمام كده؟ بعد ما بتاخد النظري وبتاخد كمان مكافآت يا عم ده حاجة زي الفل خلي بالك طبعا الفيديو اللي شغال قدام حضرتك ده حاجات بس يعني اتقرب لك الفكرة مش حاجات من قلب المدرسة ولا حاجة تمام كده؟ لكن ده حاجات بس بتقرب لك لايه؟ الفكرة شوية وديك بتتسلى وانت بتسمع الحاجات والمميزات المهمة الحاجة اللي بعد كده يا شباب توفير ازي المدرسة توفير اوتوبيسات لنقل الطلاب لاماكن التدريب تمام كده؟ توفير وجبة جافة للطالب اثناء اليوم الدراسي يعني ناس بص زي الفل بيوفروا رجع اوتوبيسي ينقلك لمكان التدريب فطبعا حياة كلها مميزات كلها كويسة يا جامعة طب نيجي بعد كده قلنا التكنولوجيا بتاعتنا او التخصص بتاعنا تكنولوجيا صناعة الادوية بتدرس علوم اساسية واغل ثقافية علوم فنية في مجال التخصص بالاضافة للتدريب العملي يا مستر شروطها ايه يا مستر؟ اول حاجة تكون اعدادية السنة دي دي اول حاجة الحاجة التانية المجموع معلش المجموع بتاعها عالي شوية بقى بتاخد من 250 درجة ويشترط ايجارة اللغة الانجليزية معلش ما لازم بتاخد مجموع كبير يا جماعة دي شركة ادوهية انت بتستهضر ولا ايه ما ينفعش فلازم معلش يكون جايب مجموع كبير بتاخد من 250 درجة يا شباب سيادتك طالب تلتاعدادي او طالبة يبقى السيادتك تقدر تقدم لو مجموعك او مجموعك 250 درجة على الاقل تقدر تقدم فيها هزي المدرسة والتقديم طبعا من خلال اللينك بتاع التقديم اللي هو تلاقيه اسفل الفيديو ان شاء الله لينك الوزارة تمام كيرا يا شباب التقديم زي ما قلنا للبنين والبنات وكمان من جميع المحافظات جميع المحافظات تقدر تقدم فيها هزي المدرسة طب يا مستر تماما من اسوان والمدرسة هي فين اصلا المدرسة يا حبيبي موجودة في محافظة الجيزة بحضائق اكتوبر اه يا مستر يعني هما هيوفروا لنا اقامة لا مفيش توفير اقامة اما هنقض فين يا مستر سيادتك بقى تتفق مع زميلك وتشوف سكان هناك تمام كده عشان سيادتك تبقى عارف الدنيا ماشي ازاي وشوف بقى السكن بكام واحسب بقى انت حزبتك لكن المدرسة بتوفر اقامة لا اه ما بتوفرش اقامة الكلام ده في الشروط اللي منزلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تمام كده يا شباب سينا حضرتك برضو ما يزيتش عن 18 سنة في اول اكتوبر 2023 تمام زي الفل طب يا مستر بالنسبة للغة الانجليزية ما لها اللغة الانجليزية سيادتك عايز تبقى يعني كويس وعلى الاساسيات اسفل فيديو في قناة التليجرام تواصل معنا في كده مذكرة لغة انجليزية جميلة فيها اساسيات اللغة الانجليزية سيادتك بقى تذكرها عشان تبقى كويس في الانجليزي من تدخل بقى تخش على الادوية وصناعة الادوية والكلام ده كله فلازم تبقى في الانجليزي كده بيرفكت وفيرورد زي ما بيقوله يعني تمام كده بيبقى سيادتك تقدر تتواصل معنا وتحصل على ملزمة اللغة الانجليزية ان شاء الله عن طريق قناة التليجرام رابط بتاعها اسفل الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله تمام كده يا شباب طيب من شرورة القبول ايه بقى سيادتك طبعا هتقدم على موقع الوزارة اللينك اللي هسيبه لحضراتك اسفل الفيديو الحاجة التانية لازم تجتاز اختبارات القبول اختبارات القبول ده عبارة عن ايه كمبيوتر لغة انجليزية رياضيات علوم ايكيوي اللي هي طبعا ايه اسئلة ذكاء حقيقة كتير لازم سيادتك تجتاز هذه الاختبارات طب يا مستر نذكر من اين ذكر من اي مصدر ما عندكش مصادر هنبنوفر لحضرتك عشر مذكرات فيهم الحاجات دي كلها فيهم الفروع دي كلها سين وجيم جميلة جدا تؤهلك ان انت تجتاز مثل هذه الاختبارات طب اجيبي الملزمة ازاي يا مستر اسفل الفيديو هتلاقي قناة التليجرام تقدر تتواصل معنا ان شاء الله وتحصل على الملزمة وليبتري تذكر من دلوقتي لان فيه ناس كتيرة مقدمة يا شباب لهذه المدارس فلازم سيادتك تكون يعني مستعد كويس عشان تجتاز الامتحان تمام كده واكتيازك الامتحان ده بيكون من ستين في المية خلي بالك تمام كده تمام يا مستر طب ابعد اختبارات الكبول برضو انك تجتاز ان شاء الله الكشف الطبي والمقابلات الشخصية والحاجات الجميلة دي تمام يا شباب طب يا مستر المدرسة ديت يعني بعد ما ما بخلصها بقدر اشتغل على طول هو طبعا المدرسة مفهاش تكليف يعني مش بعد ما بتخلص المدرسة هي مجبرة ان هي تعينك لا مفيش الكلام ده ولكن فيه فرص للتعين هم لو عازوا حد هياخدوا من ولادهم وبناتهم اللي هم موجودين في المدرسة ده اكيد يعني طبعا هم عازوا حد فين في الشركة تمام كده طب يا مستر نقدر نشتغل في اماكن تانية تقدر ان شاء الله على حسب طبعا المتاح والمجال بتاع تكنولوجيا صناعة الادوية ده برضو حاجة حديثة ومجال حديث تمام كده طب يا مستر انا حابب اكمل كلية بعد ما بخلص ان شاء الله التلات سنين كلية او معهد ينفع اه ينفع بعد ما بتخلص سيادتك التلات سنوات بتوع المدرسة بتحصل على ديبلوم تمام كده سيادتك عشان يكون لك تنسيق في كلية او معهد لازم ما تقلش عن الستين في المية لازم تكون جايب على الاقل ستين في المية هيبقى لك تنسيق بقى لاتم معهد لاتم كلية على حسب درجة حضرتك تمام كده وكل ما يكون درجتك كبيرة كل ما يكون لك فرصة انك تخش كلية كويسة فعندك كليات تكنولوجية كليات تعليم صناعي عندك كليات تربية كلية تربية نوعية عندك حاجات كتير وعندك كمان معهد فن صناعي وعندك كمان اقول لك حاجات يعني كتيرة ومعاهد النظم والمعلومات وحاجات كتير ان شاء الله تقدر تتخرج منها وبعد كده يبقى معاك مؤهل عالي مفيش اي مشكلة زيك زي بتاع الثانوي العام اما حاجة سيادتك تكتهد كويس اشتغل على نفسك كويس يا ريت يا جماعة اللغة الانجليزية نهتم بيها كويس وزي ما قلت لحضرتك كده اسفل الفيديو هتلاقي قناة التليجرام من لزمة الانجليز ان شاء الله هتلاقيها موجودة او مذكرات اختبارات الكبول ان شاء الله برضو هتلاقيها موجودة حاجات كتير ان شاء الله هتساعدك نقدر نوفرها لحضرتك بامر الله ربنا وفقكو يا شباب وكل واحد ينقول اللي يتمناه عاجبك الفيديو ما تنساش بقى تغبطني اللايك والتعليق الجميل ولو اول مرة حضرتك تشاهد فيها ايه القناة شرفني ونورني بالاشتراك واسفل الفيديو قناة التليجرام وكمان مجموعة الفيس ما تنساش بقى الاشتراك فيهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احسن دكترة